اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث العلم نخصص هذه الحلقة مع حضراتكم للاجابة عن الاسئلة المتعلقة بفيروس كورونا الذي اثار حالة من الخوف في بعض البلدان وبالطبع كان اخرها مصر مع قدوم حالة مصابة بفيروس كورونا من المملكة العربية السعودية للاجابة على الاسئلة المتعلقة بهذا الفيروس وكيفية مقاومته ومعالجته يشرفنا بالحضور في استوديو حديث العلم الدكتور وليد نظمي مدير وحدة الابتكارات بالمصلة واللقاح اهلا بك دكتور وليد دكتور وليد خلينا نبتري مع حضرتك بالحديث بصورة عامة عن الفيروسات اللي من بينها ممكن يكون فيروس كورونا علشان نعرف طبيعة هذه الفيروسات ايه تمام هو الحقيقة الفيروسات بتمثلنا مشكلة من زمان مش من دلوقتي ومش هيكون اول ولا اخر الفيروسات اللي نقلق منها الكورونا فيروس يمكن في 3-4 سنين الاخرانيين ظهر عندنا وعلى الترتيب السارس وبعدين أنفلوانزة الطيور وأنفلوانزة الخنازير ومؤخرا الكورونا والمستقبل هيحمل كتير من الفيروسات وهي مش حاجة جديدة الكلام ده طول عمره موجود في العلم لكن قدرتنا على ان احنا نشخص ونعرف انه في فيروسات جديدة هي اللي خلقت النوع ده من القلق عندنا قدرة العلم على انه يشوف فيروس ويشخصه ويحدد خطورته كان زمان طبيعي انه يجي حاجة ما يسمى بالوبا يموت مجموعة كبيرة سواء في البني ادم او في الحيوانات ويمكن الناس دايما كان يقولوا اللي بيربي ارانب بيخاف انه تيجي الوبا بيموت عدد كبير منهم لانه في مجموعة كبيرة من الفيروسات بتصيبوا وكان طبيعي انه حد عنده 40 سنة او 30 سنة يتوفى من غير محد يعرف السبب فهي مش حاجة تقلق ده موجودة طول الوقت ما زادتش في السنين الاخيرة هي الفيروسات طول عمرها حاجة ضعيفة جدا خارج الجسم قوية جدا داخل الجسم واخيرها الكورونا الكورونا فيروس جديد نوعا ما بس هو الفيروسات اللي حدك اشرت لانه في السنوات القليلة الماضية ظهورها كان مصحوب ضجة كبيرة طبعا ومخاوف كبيرة زي انفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور وقابل منها الفيروس سارس اللي كان في جنوب شرأسيا وربما امراض اخرى مثلا من عدة سنوات اطول طبعا زي جنون البقر او ما شابه كل هذه الامراض ربما يعني بتفرد تساؤل يعني في نوع من النوع الدهشة ايه السر في الامراض اللي مرتبطة بالحيوان وبتهدت حياة الانسان بالشكل ده لانه كمان كورونا عارفين ان هو اللي هو علاقة اعتقد بحيوان الجمل صحيح هو الاول الجنون البقر ما هواش فيروس هو حاجة اصغر من الفيروس ومعرفناش نسميه فسميناه فيريون او تصغير الفيروس فهو حاجة اصغر يعتبر برا المجموعة وكان نتيجة ممارسات خطئة من الحكومة الانجليزية في التعامل مع عالف الحيوانات لكن بقية الفيروسات وانا اظن اخطرهم الانفلوانزة بانواعها يمكن انا مش قلقان من الكورونا الانفلوانزة بانواعها هي اخطر كتير لانها فيروس تنفسي اه زهرها طبعا حاجة مقلقة الفيروسات كلها لا يجب التعامل معها باستهانة اه مش تهويل ومش تهوين اه اه يمكن دينا بيحرص على النظافة والعادات السليمة الكلام ده يمنع ويقي من الاصابة بكل انواع الفيروسات النظافة الشخصية النظافة العامة وهكذا اه نرجع لموضوعنا وفيروس الكورونا الفيروس زي ما بقولك العيلة قديمة تماما والعيلة زي ما قلت حضرتك صحيح تماما عيلة منتشرة ما بين الحيوانات والفيروسات اللي ما بين الحيوانات لانه اعداد الحيوانات كبيرة وحركات الهجرة بتاعت الحيوانات بتنقلها من مكان لمكان فهي العائل الاساسي اللي بتتنقل عن طريقه الفيروسات بيحصل ان شوية من الفيروسات عندها قدرة على التحور او ان هي تغير صفاتها بتتنقل ما بين الحيوانات للانسان ممكن تبقى صدفة انه فيروس واحد عمل طفرة لكن احيانا بتنجح ان هي تستقر جوه الانسان وتتنقل من انسان لآخر الكورونا واحدة من الفيروسات دي هم ستة انواع اللي بيتنقلوا في الكورونا اغلبها في الحيوانات زي ما حضرتك قلت الجمل والخفافيش وبقيت الحيوانات لكن دول اشهرهم اول حالة عزلت في المملكة 2012 سبتمبر 2012 واللي عزلها عالم مصري الدكتور محمد علي استاذ في جامعة عين شمس بجاله فيروس تنفسي الاعراض اعراض فيروس تنفسي في البداية وبعدين بدأ يتنقل للكلة لغاية لما سبب وفاة المريض ففضل وراه يحاول يعزل الفيروس فعزل الفيروسات احنا عندنا طرق مختلفة عن البكتيريا يمكن البكتيريا بنحط لها ميديا تنمو فيها الفيروس خلية صغيرة قوي ضعيفة ما تملكش من الحياة الا غلاف وجوامة دورسية لكن الخلايا العادية بتاعتنا عندها ميكانيكية ان هي تنقسم وتصنع بروتينات وتعمل وظيف كتيرة فهو بس واخد القدرة على العدوى وغلاف يحميه وبيدخل جوه خلية حية يستغل التكنولوجيا الموجودة جواها كلها علشان يصنع نسخ منه وده اللي بيسبب اعراض المرض لانه الخلايا الحية لما بيستغل التكنولوجيا بتاعتها في تصنيع نسخ من الفيروس بيموتها ويبتدي يبين العصاب مثلا فيروس شلل الأطفال بيعيش في الخلايا العصبية فيان موفي يسبب الشلل لانه الخلايا العصبية ماتت نتيجة المتكسر جواه الكورونا عمل الكلام ده فالدكتور حاول يعزله بطرق مختلفة وهي عملية معقدة بنحط جوا خلايا حية أنواع مختلفة وعن طريقها بنعرف نوع الفيروس ما طلعش أي نوع من الفيروسات التنفسية للأعراض معاها بيشكل أول في فيروسات الأنفلوانزة وبعدين يبتدي يشكل في عائلات قريبة منها فضل يتتبع لغاية لما مفضلش قدامه غير الكورونا فيروس وكان مشهور لأنه الخمس أنواع من الكورونا اللي بتعدي البني أدمين فيهم أربع أنواع ما هيش مهمة ما لهاش أعراض لكن فيهم الصارس الفيروس اللي ظهر في جنوب شرق أسيا من نفس العيلة وسمي كورونا أو العيلة تسمت كورونا لأنه شكلها تحت المايكروسكوب عاملة زي التاج الملكي والتاج الملكي باللغة الإنجليزية يعني كراون فتسمت كورونا على الشكل بتاعها تحت المايكروسكوب بزبط فبدأ يتتبعوا الأليات اللي عنده تقوله العيلة بتاعت الفيروس لكن ما قدرش يعرف الشفرة الوراثية هو كان في مستشفى خاص في السعودية ما عندهش الإمكانيات دي فبعته أظن هولندا لمعمل متخصص في عزل الفيروسات وتحليل الشفرة الوراثية بتاعتها وأثبتت النتائج أنه هو فيروس جديد ويمكن بسبب كان مسميه كينجدوم ساودي إيربيا أو كي إس إي فيروس الإخواننا في السعودية دايقوا من التسمية على أساس أنها ممكن تأثر على رحلات الحج والعمرة ويمكن بسبب كده عقده انتهى ورجع مصر بعد ما اكتشف الفيروس اللي تسمى باسمه وهكذا اتضح بعد كده الفيروس فيروس جديد تماما من عيلة الكورونا لكن هو جديد تماما يعني عيلة الكورونا ديت يعني فيه كلام عن أنه هي عيلة من الفيروسات أو التسجيل لها كان من سنوات طويلة عيلة خديمة كل الفيروسات يعني من 1935 أو 35 أعتقد الدكتور ده لما بدأنا نعرف علم الفيروسات لكن أغلب الظن أن هي موجودة من قبل كده بكتير موجودة في المملكة الحيوانية يعني المسألة مش قصرة على العزل اللي أم بيئي دكتور المصر طويل مصري في السعودية من سنتين الحقيقة لا العزل وهي السلالة اللي نجحت أن هي تتحور وتعدي المريات نتيجة العزل ده إيه اللي نقدر نستشفه يعني هل هو فيروس له علاقة بالجهاز التنفسي فقط أم أنه من أعراضه إصابة الجهاز التنفسي لأنه الشكوائية المرتبطة بأعراض الانفلوانزة مع التهاب رئوي تديني فكرة أكتر عن يعني طبيعة الفيروس هل هو تنفسي أمريره من الأجهزة أعراضه إيه وإزاي يبقى فيه وقاية أو علاج منه صحيح الفيروسات أغلبها لها الأعراض اللي شبه الانفلوانزة يعني كل الفيروسات أعراضها ارتفاع في درجة الحرارة رشح لأنه مش نتيجة أنه الفيروس عدل جهاز التنفسي نتيجة أنه جهاز المناعة بيحاول يعالج الفيروس فتبتدي يحصل التهابات لكن الكورونا أعراضه تنفسية تماما شبه الانفلوانزة خالص السلالة دي بس اتحورت أن هي بدأت بعد ما بتعدي الجهاز التنفسي وهي عنيفة في عدوى الجهاز التنفسي قدرت أن هي تعدي بعض الأعضاء الأخرى زي الكلا مثلا وده يمكن اللي بيسبب الوفاء السلالة دي فيه عنها خبر كويس وخبر وحش الخبر الكويس أن هي ما بتتنقلش بشكل كبير يعني من ساعة ما ظهر الفيروس سنة 2012 لغاية النهاردة الحالات اللي في الدنيا كلها في يمكن عشر أو خمستاشر دولة من ضمنها السعودية والأردن والإمارات وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وعدد من الدول الأخير هم مصر عدد الحالات 263 أو 264 حالة على مستوى العالم فهو ما عندوش قدرة أنه هو ينتقل بشكل سريع يمكن الناس اللي بتحصلهم حوادث في الطرق أكتر من كده كتير الخبر الوحش أنه هو لما بيعدي حد نسبة الوفاء عالية فالعدد ده أقل من نصه بشوية توفى نتيجة الإصابة بالمرض فهو عنيف يصعب الإصابة به لكنه عنيف وقت الإصابة 200 حاجة و60 إصابة ما تقلناش أبدا لكن زي ما بقولك الفيروسات ما يصحش أن احنا نتعاول معاها بتهاون لازم نأخذه مأخذ الجدية وأنا ما أظنش إن شاء الله أنه هو يعمل أي ألأ بإذن الله لا عندنا ولا في الدول العربية طبعا فيروس زي دوت أعتقد أن احنا كده ما عندناش لسه له فاكسين أو تطعيم وما عندناش كمان له يعني علاج زي تمفلو أو غيره من الأدوية اللي ممكن تكون مبنية على فيروس له تاريخ في الأبحاث وتكوين لأدوية مناسبة لمقاومة الخاصة بالفيروسات دي يعني التعمل بقى يكون معايا إزاي يعني العلاج منه يكون إزاي بقى ده صحيح تماما الفيروس جديد نوعا ما 2012 سبتمبر 2012 يعني أقل من سنتين مكتشف وعدد الحالات اللي أصيبت به لسه ما فيش أبحاث لتصنيع تطعيم ولا حتى استراتيجية التطعيم التأخذت لأنه فيه كذا جيل من أجيال التطعيمات للفيروسات بنعرفها بعد ما ندرس الفيروس لفترة طويلة الوقاية من الفيروسات كلها وحدة النظافة الشخصية طبعا احنا ما نعرفش لسه البود بتاع الفيروس بيتنقل إزاي هل من حيوان لإنسان لأنه أغلب اللي أصيبه كان فيه مخلطة مع الحيوانات لكن ثبت حالات إصابة مخلطة مع الإنسان يمكن فيه مصادفة غريبة أنه في المملكة وهي أعلى حالات إصابة لكن ما فيش معلومة مؤكرة عن أكل لحم الجمل يا دكتور طبيعي لازم نساوي لحمة الجمل كويس لو هنأكلها لأنه الجمل عائل أساسي ومثبت أنه هو بينقل الكورونا فيروس وزميننا في المركز القامل البحوث عزلوا أربع حالات مؤكدة لجمال مصابة بالكورونا فيروس السلالة اللي بتنتقل للإنسان جاية من حدود السودان قريب قوي من وقت قريب فهو في الجمال والخفافيش مؤكد أنه هو الفيروس موجود فطبعا الحوم لازم تتساوى كويس قوي الناس اللي بيقوموا بالدبح يخلوا بالهم بالضبط زي الأنفلوانزة لما كنا بنحذر أنه ياخد الإجراءات الهايجين الإجراءات الوقائية النظافة الشخصية الدم ما يختلطش به وهكذا النظافة الشخصية بتاعتنا إحنا لو حد حاسس بأعراض تنفسية وهيعتص أو يكوح في مكان عام لازم يغطي بمنديل في السعودية زي ما يقول حياتك حصلت إحصائيا عدد اللي أصيبه من الرجالة 80% وعدد اللي أصيبه من النساء 20% ده ممكن يكون نتيجة أنه الفيروس بيفضل جنس معين لكن أنا أظن أغلب الظلم المخلطة زي ما حارك قلت بسبب أنه إخواتنا في السعودية بيرتدوا النقاب فالنقاب كأنهم حطين مصق بيمنع انتقال الفيروس ليهم وده اللي بيعزز نظرية أنه هو بينتقل تنفسي عن طريق الرزاز اللي خارج من الناس عن طريق الكحة أو السعال أو العطس وهاكذا فالنظافة الشخصية عدم الاختلاط بالناس اللي عليهم أعراض إصابة بالفيروسات حتى لو كانت أعراض خفيفة زي الإصابة بالأمفلونزة والعلاج كل الفيروسات تقريبا ملهاش علاج العلاج بقى أن يبس الحارك لأنه ربما يكون أحد التعليقات اللي اسمعناها على علاج هذا الفيروس أو تدعيات المرض نتيجته وأنه يكون فيه علاج للأعراض يعني مش للمرض إيه الفرق يعني أنا إذا عليك أعراض تتعلق بدرجة الحرارة المتافعة أو بتأثر الكلا أو ما شابه وكان المرض مازال مستقر في الجسم يعني كفيروس موجود ونشط أو عنده القدرة أنه ينشط في لحظة أخرى إيه خطورة ده يعني أو إيه اللي ممكن نعمله مستقبلا عشان يكون فيه علاج حقيقي لفيروس الكورونا صحيح في الفيروسات تقريباً ده العلاج الموجود لكل الفيروسات الموجودة علاج الفيروسات أن أنا برفع مناعة الجسم أنه يقاوم الفيروس لأن زي ما بقول حياتك الفيروس في حد ذاته هو كائن ضعيف جداً وجوده جوه الخلايا هو اللي بيخلي ليه القوة والقدرة على العدوى أو اللي يسبب المرض العلاج بتاعه هو أن أنا أرفع مناعة المريض ياخد الوقت الطبيعي اللي جسمه يقدر يقاوم الفيروس وفي الوقت ده بعالج الأعراض اللي موجودة ارتفاع درجة الحرارة الالتهاب الناتج عن وجود الفيروس بغزي المريض كويس علشان مناعته تتحسن وكذا وده مش بعيد عن علاج كل الأمراض الالتهاب الكبد الوبائي مثلاً بنعالجه بالانترفيرون عشان انترفيرون بيعلي مناعة الجسم ضد المرض ففي كل الأمراض الفيروسية الوقاية دايماً بتبقى التطعيم هو اللي بيقدر يمنع الإصابة تماماً لو حصلت الإصابة لقدر الله بنعتمد على أن احنا نقلل الأعراض قدر الإمكان وبنستعمل المسكنات وخوافض الحرارة ووزارة الصحة عندها أساليب للتشخيص للفيروس لأنها كانت مستعداله من قبل كده وعندها العلاج المناسب لي زي ما بقول لحضرتك علاج الأعراض اللي ان شاء الله ما يوصلش لحد أنه يبع عندنا حالات وفاة أو